يعني خليني أقول يا أستاذ نشأت نقطة بس على اللي بتحدث فيه عن تصارع الأحداث اللي بيحصل زي بيقولوا كده بلغة الإنجليزية يعني كل العوامل الموجودة في العالم النهاردة بتقول لنا فيه تصارع في كل حاجة في التكنولوجيا في التفاعلات في غيره ودي سرعة غير عادية في التاريخ يعني فدي في الأول وجزء منها أن علينا أن نتلمس أنفسنا بسرعة احنا فين ومن هنا منقشة هذه الحلقة حوالين موضوع الإقليمية سواء جديدة أو قديمة المفهوم مفهوم ما هواش قديم في العلاقات الدولية هو أولا بيوصف حالة في وسط ما بين النظام الدولي والدولة القومية في حاجة في النص كده اسمها الإقليم فهو نوع من العلاقات ناجمة عن الدول التي حدثة أنها يعني تعيش حالة جوار جغرافي الجوار بيخلي درجة من درجات التطور التاريخي المتشابه ولا أقول المتماثل بين الدول الموجودة في هذا وهذا الجوار عادة يؤدي إلى مصالح مشتركة وتعاون أو يؤدي إلى سرعة على حدود على قبلية على أي حاجة من الأمور إنما هذا المفهوم ما بياش موجود أوي غير في القرن العشرين فكرة الإقليمية يعني قبل كده لغاية القرن التساطاشر كانت الدول مع بعضها بتعمل تحالفات وفي توازن القوى لمجموعة ضد مجموعة من دول الجوار أو من جوار الهوامش لهذا الجوار القرن العشرين خلانا الأول مرة كلمة الإقليمية تستخدم في وسيقة دولية الخاصة بعصبة الأمم إن عصبة الأمم لما قامت بعد الحرب العالمية الأولى ابتدت تحدثت عن إنه دعوة للإقليمية في العالم حتى يمكن إقرار السلم الدولي لما مشينا أكتر في القرن العشرين يعني بعد الحرب العالمية التانية بنبص نلاقي إنه نفس هذا النص موجود بل إنه بياخد هذا النص خطوة قدام ويعطي واجبات لإحنا شفنا هذا الموضوع في موضوع سد النهضة إنه ييجي المجلس الأمن يقول لك بموضوع يحال إلى الاتحاد الأفريقي ده لا يخلو من سياسة على فكرة يعني دلوقتي مثلا لما أسيوبيا دخلت التجري محدش قال روحوا للاتحاد الأفريقي يعني نفروه يعني بقى موضوع يعني إنما الأمم المتحدة أعطت واجبا يعني واضحا إنه لو في نزاع نبتدي بالمنظمة الإقليمية اللي هي بدأت يعني ربما أكثرها نصاعة اللي هي موجودة ومعروفة لنا جميعا اللي هي الاتحاد الأوروبي يعني ده أكبر شكل الإقليمية الجديدة المعتمدة على مصالح مشتركة لدول مختلفة في اللغة ومختلفة أحيانا في الديانة ومختلفة أو في المزاهب الدينية يعني مختلفة في حاجات كتير درجة التطور الصناعي إلى أخير عندك هذه الظاهرة موجودة على مستوى العالم يوجد في آسيا آسيا وهو آسيا منظمة كثيرا أو يعني قليلا إنه إحنا نديها اهتمام الذي تستحقه لأنه هم عملوا حاجة في آسيا ما تعبنتش في الاتحاد الأوروبي وهو حط موضوعات الأمن والحدود والحاجات اللي فيها خلافات دي تجمع ونشتغل على إن إحنا بنشتغل على سوق مشتركة طبعا في الاتحاد الأفريقي في الجامعة العربية في الميركسور في أمريكا الجنوبية محاولات مختلفة بتشتغل على سلم درجات العلاقات الاقتصادية إما تشتغل منطقة تجارة حرة ودي معناها إنك تشيل الجمارك والرسوم على السلع المتبادلة أو تعمل التحق الجمركي معناها إنه بعد ما تعمل الأولاني تعمل حائط أو إنك تعمل سوق مشتركة اللي معناها إنك أنت بتحرر كل عناصر الإنتاج وحركتها العمل لرأس المال الكذا إنك أنت بتخلق بالتالي بعد كده إذا الاتحاد يعني اللي هو إنك أنت الأمور وصلت فيها التعاون إلى الدرجة التي يستحيل فيها فكرة الحرب يعني لا يعود أحد يعني المثال القليدي هل نتصور أن تنشب حرب بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية هل إجابة بالقاطة؟ على فكرة حصلت حرب في 2018-2012 كانت بريطانيا من خلال كندا إنما الآن لا يمكن حتى دولتين تحاربوا على مدى قرون زي فرنسا وألمانيا لم يعود ممكنا الحرب بينهم مرة أخرى فإحنا عندنا حصل تطور كبير في موضوع الإقليمي في الشرق الأوسط يعني ابتدى يبقى موجود عندنا نمازج يعني للإقليم وصاب إقليم كمان يعني كان عندنا الجامعة العربية بتاخد الدول العربية جميعها كان عندنا الاتحاد المغاربي عندنا الاتحاد اللي هو مستمر مجلس تعاون الخليج اللي هو عامل يعني في الصيغة الأكثر فعالية الصيغة الأكثر الجديد بقى اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الإقليمية الجديدة اللي هي بدأت من النقطة التي أثيرت هو أنه أحد ردود الفعل للربيع العربي أو ما حدث في الربيع العربي هو أنه يبقى كان فيه ردود فعل كتير يعني الإخوان تتولوا محاولة أن يكونوا رد فعل أو ظهور الإرهاب أو غيره لكن بدأت دول تدرك أنه فكرة الإصلاح العميق والشامل مسألة أساسية للرد على الفوضى الكبيرة التي جرت أثناء هذه المرحلة من 2011 وما بعدها وبنلاقي 2015 نقطة فاصلة ونلاقي في دول صارت في هذا المجال مصر السعودية المغرب الأردن دول الخليج جميعها فعندك دول صارت في هذا الاتجاه بينما دول أخرى استمرت في نتائج الربيع العربي من أول الحروب الأهلية في اليمن وفي سوريا وفي غيره إلى أنه يعني عندك حالة التراب زي اللي موجودة في ليبيا أو تونس أو السودان دول أخرى إنما في وسط ذلك تظهر ممارسات غير مسبوقة في الإقليم ترجمة نانسي قنقر